الساكم الله بالخير جميعاً لا شك أننا اليوم أمام أحد أخطر القضايا على الساحة السياسية في الكويت وهو قانون الجنسية وكيفية التعاطي مع قانون الجنسية ومع سحب الجنسية عندما أتحدث عن تعديل القانون نعم القانون يجب أن يعدل حتى نوفر الأرضية القانونية والتشريعية للمظلوم في التقاضي أمام المحكمة ولكن لا يمكن لا يمكن أن شرع وجود المزورين بأي شكل كان فإن كان البعض يعتقد أن القانون هو شرعاً للمزورين لا يمكن ولو كنت الوحيد في قاعة عبد الرسال لن رفض هذا القانون هذه القضية لما نشوفها تاريخياً كانت في فرق سياسية وطائفية تصفق لسحب جنسية عبد الله بوغيث وكانت في فرق سياسية وطائفية أيضاً تصفق كذلك على سحب جنسية ياسر الحبيب وفريق ثالث كان يصفق على سحب جنسية البرغش والجبر والعواضي نحن بالنسبة لنا هذه القضية مبدئية لا يمكن أن نتحدث عن سحب جنسية إلا إن كان مزور أو إن كان مزدوج ولكن سحب الجنسية لأسباب سياسية هذا أمر مرفوض بالنسبة لنا فحتى أكون واضح وياكم قبل جلسة الغد اللي من المحتمل مناقشة قانون الجنسية فيها لن أشرعن شيء مخالف للقانون بالكويت ولن نفرض أمر واقع فقط من حق المسحوبة جناسيهم التقاضي أمام المحكمة للنظر في تظلماتهم وعلى وزارة الداخلية إثبات التزوير ولكن يطرحون أن القانون يحمي المزورين والقانون يحمي المزدوجين لهذا الأمر بالنسبة لنا مرفوض وشكرا المترجم للقانون